من هنا تعال نروح على حواديد الشائعات واخد بالك بقى هتيجي تقولي طب هو دلوقتي موسم ايه؟ اقولك ده الموسم بتاع القاتي هناك ازمة اقتصادية عامة في العالم ازمة عالمية كبرى عندنا تضخم في العالم عندنا دول تبدأ المعاناة من الركود التضخمي زي ما يتقال عليه كده كساد وتضخم فيبقى الركود او الكساد التضخمي وده الستاجفليشن عشان لو سمعت حد من اللي بيحب يقوله كلام الخواجات تبقى انت فاهم بقى لإيه المصطلح طب ايه علاقة ده عام ببعكات الشائعات اقولك في الحالة لزي كده اي مواطن في الدنيا بيبقى طول الوقت بالتأكيد مستائم دايق بالتأكيد اسعار غالية جدا او اسعار بتغلى كل شوية وفي نفس الوقت بعض الدول عندها بضائع ما بقيتش موجودة زي ما كنت بقولك هتلاقي ايطاليا كده هتلاقي المانيا كده هتلاقي انجلترا كده هتلاقي امريكا كده هتلاقي فرنسا كده تخش الاماكن هتلاقي بضايع كتير مش موجودة يعني هي غالية ومش موجودة عندنا هي غالية بس موجودة ودي الفروق إحنا عملنا منظومة ذكية للتخزين أو لإدارة الأزمة لو صح التعبير فأصبح هناك أزمة فإحنا بنتعامل معها في إطار المنظومة اللي كانت بتتعامل خلال الثمان سنين اللي فاتوا طيب لكن المواطن زي ما تقول كده بالمصري بالبلد الفصيح على شعرة لما بيبقى البني آدم وده طبيعي دي النفس الإنسانية لما بتبقى على شعرة بسبب الضغوط اللي عليك أنت بتبقى مستعد طول الوقت لتلقي أي شائعة وكأنها الحقيقة بذاتها مش بس كده ده لما حد ينقشك فيها تلاقي نفسك بتدفع دفاع المستميط عم إنه الشائعة دي جد مش هزار فهنا على طول لازم تستخدم آلية لطيفة جدا تقولوا يا إنت سمعت بودانك يقول لك ما سألت إيه الحكومة قالت سمعتهم قالوا كده ما هو خد بالك ده المناقشة دي والله زي ما حصلت النهار ده عندنا في مدينة الإنتاج العلامي قال لبشوا ما هو الحوار كان كده قطولوا أيها إنت سمعته آيه لا بس ما هو الناس بتقول كده ما هو مكتوب مكتوب فيه على كل الصفحات حضرتك معقولة كلهم كذبين شفت بقى يعني إنت ما سمعتش لا طب شفتوا طب فيه فيديو طب فيه أي حاجة لا يعني إنت ما سمعتش حاجة أمان إنت مصمم والله زميلي ده يدافع الدفاع المستميط عن الشائعة قعدنا نص ساعة نتناقل تقوله طب ممكن تدور وإنت مسك التليفون كده قولي فين التصريحات دي فيش هنا زي ما بقولك النفس الإنسانية لأنها على شعر بصمد الضغط المادي والاقتصادي ده مستعدين يسددوا أي حاجة للأسف فتحصل شائعة بتاعت إيه؟ تحديد صلاحية كافة إصدارات الأحوال المدنية لست شهور بس يعني إيه؟ يعني أي حاجة هطلعها شهدت ميلاده ولا بتاع يبقى هي صلاحيتها ستة شهر؟ طب أنا هسألك سؤال بالعقل كده يعني هو شهدت الميلاد صلاحيتها يعني أن مثلا هغير ابني بعد ستة شهر هبدله من المحل هروح لجهاز حماية المستهلك هقول لهم ده مش عارف المنتج والنبي فيه عايب عايزين نغير ونبي يردون لنا الفاتورة أنا بكلمك بالعقل بالمنطق إزاي تصدق ده؟ وجاي لك في الكلام هقول لك إزاي تصدق هو بيزقك على فين؟ شوف بقى اللي حصل على المواقع والصفحات لعن الله الصفحات عارفين أنت في المصلاح الدين الأيومي؟ الأبراج اللعن على الصفحات قال لك إيه بقى؟ يا جماعة هناك أنباء بتحديد صلاحية كل الإصدارات بتاعة الأحوال المدنية بستة شهور وإلزم المواطنين باستخراج خدي بقى إصدارات جديدة عاقب انقضاء تلك المدة لا لا المركز اللي يعني يدوره بيعمل إيه؟ بيتواصل مع الوزارة المعنية في هذه الحال هي وزارة الداخلية المصرية فالوزارة تقول طبعا لا وتؤكد أنه لها صحة لتحديد مدة صلاحية لكافة الإصدارات بتاعة الأحوال المدنية أولا ولا صحيح على الإطلاق ما سألت إلزم المواطن باستخراج إصدار جديد بعد انقضاء مدة السبتش ما فيش حاجة اسمها سبتش لم يتم إصدار أي قرار في هذا الشائع طيب وبيقولوا يا جماعة بنشدد عليكو كل إصدارات قطاع الأحوال المدنية سارية دون تحديد أي فترة زمنية لصلاحياتها وبيتم الاعتداد بيها والتعامل عليها بكافة الجهات الإدارية في الدولة سواء إذا كان تم الإصدار بتاريخ قديم أو حديث ما عاد حاجة واحدة القيد العائلي ليه؟ لأنه ده اللي فيه مستجدات فيه مواليد جديدة ممكن تنضم بس كده فيه حد بني ديركو طولة العمر يا توفى صح؟ طيب مين اللي قال إنه الدولة بتعمل كده؟ مين اللي قال إنه فيه صلاحية للشهادة الفلانية ولا الورقة العلمية ولا المستخرج الفلاني؟ مين اللي قال؟ جبتها منين؟ اوعى تقولي تاني صفحات عف حقك طيب رجل عائل رجل كبير رجل بتفهم رجل عقلك مليان أنا من الناس اللي بقول والله العظيم تلاتة ودون أي مجاملة المصري زكي زكاء مخيف مخيف بالمعنى الحرفي المصري لو ما كانش طيب وقلبه طاهر ومعدنه أصيل علي النعمة كان هد الدنيا هد الدنيا المصري زكي جدا فما حوق دخل الكلام في دماغك وعائله